اعتماد هيئة الدواء التابعة لوزارة الصحة المصرية ترخيص لقاح سينوفارم الصيني للاستخدام الطارئ بمصر خطوة جاءت بعد إجراء اختبارات على أولى الشحنات الواردة من هذا العقار من خلال أربعة أنواع من التحاليل أكدت جميعها أن اللقاح الصيني آمن اختيار موفق من وزيرة الصحة في أن هي تختار هذا النوع من اللقاحات اللي هو بيعتمد على إيجاد الفيروسات الميتة التطعيم الصيني في أمان أكثر ثانيا أنه عندك المسألة الأمان في مئة دولة أكثر من مئة دولة واخدى من اللقاح الصيني ده وحجزة جرعات منه الموافقة على اعتماد اللقاح الصيني جاءت بعد يوم من إعلان شركة سينوفارم أن اللقاح الذي أنتجته فعال بنسبة 79.34% ما جعل الأوساط الطبية في مصر تطمئن لللقاح الصيني هذا اللقاح سيساعد كثير قوي في تقليل حجم الكارثة في مصر وبالتأكيد تجربته على المصريين وفعاليته التي أثبتت عبر المرحلة الثالثة ده شيء بيطمننا أكثر وبيقلل الحمل على الأطقم الطبية والمنظومة الصحية بصفة عامة وزيرة الصحة هالة زايد ذكرت أنه سيجرى البدء في تطعيم الأطقم الطبية المصرية خلال الأيام المقبلة الجميل في اللقاح الصيني كمان أنه تم تجربته على المصريين في المرحلة الثالثة بتاعته والنتائج تمت متابعتها من الأجهزة ومن وزارة الصحة المصرية دور هيئة الدواء ومتابعته والسماح به ده بيدي اطمئنان كبير قوي لأوسط الطبية والشعب طبعا وزارة الصحة والسكان اتفقت مع الجانب الصيني على نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح سينوفارم لمصر لتوفيره محليا وهو ما سيجعل مصر مركز أفريقيا في تصنيع هذا اللقاح الحيوي في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد ينظر الأطباء والخبراء إلى اللقاح الصيني على أنه أحد الحلول المهمة والمؤثرة لمواجهة الوباء مستقب عبدالله سجدين العربية القاثرة